كنت طالع عمرة المولد النبوي وفي حد بيقول لي خليك أحسن في شعبان أو رجب بحيث أن الأعمال ترفع في شعبان فهل أؤجلها لشهر شعبان؟ طيب هو العلماء تكلموا على ما هي المواسم أو ما هي الأشهر المفضل فيها عام العمر ذكروا أشهر منها أشهر الحج بداية من واحد شوال لحد نهاية زل حجة هذا يقول له تسمى أشهر الحج فيجوز الإنسان فقاله من الأشهر المفضلة في القيام بعمرة نعم وأيضا شهر رمضان من الأشهر المفضلة في العمر وشعبان ورجب قالوا لم يأتي فيه دليل وإنما وردت فيه قصة سيدنا عبدالله بن الزبير عندما بنى الكعبة وأكمل بناءها في رجب ذبح الزبائح وقال لأهل مكة تعتمروا شكرا لله على أننا أتمامنا البناء كان عمل تجديد ليها وكده نعم فمن هنا توارث الأمر أن عمرت رجب رجب كما أن الناس من حبها في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمناسبة الطيبة في الميلاد بس لها فضل ورد لا وليه فضل فيه في رجب لا الحقيقة ولكن أشهر والعرب كانت تحب أن تعتمر في رجب وممكن يأتي استحباب رجب كمان عن عمرة المولد لأنه من الأشهر الحرم نعم من الأشهر الحرم فلذلك نقدر نقول أشهر الحج اللي شوال وذو القاعدة وذو الحجة وشعبان ورمضان ورجب يأتي في آخرها